أخيراً وقابل الفاصل من شوية كان في مباراة مجنونة اتلعبت في السوبر الإسباني اللي بيضم ريال مدريد وأتليتيكو مدريد كانوا بيلعبوا من شوية وبرشلونة وأساسونة الطرفين الآخرين من البطوضة التي تلعب في المملكة العربية السعودية فاز ريال مدريد على أتليتيكو مدريد خمسة تلاتة مباراة من تمنت جوال كانت مجنونة ومسيرة واللي جوال رايحة جاية ده يبدأ بالتسجيل ده يتعادل ثم ده يتقدم وده يدرك التعادل فكان الجنون حاضراً حتى انتهاء المية وعشرين دقيقة بعد اللجوء إلى شوطين إضافيين البداية كانت بتقدم أتليتيكو مدريد عن طريق اللاعب إرموسو قلب بدفاع أتليتيكو مدريد بعدها بشوية روديجر نجح في إدراك التعادل سريعاً في دقيقة عشرين برأسية بعد عرضية لوكا مودريتش بعدها فيرلان مندي سجل الهدف الثاني معداش دقيقة إيه لو كان أنتوان جريزمان سجل الهدف الثاني هدف التعادل وده اللي عايز أقف عنده شوية لأنه حتة جول أولاً على مستوى التسلسل بالتمرير من لمسة واحدة لحد ما وصل هنا أنتوان جريزمان أنتوان جريزمان رايح ناحية الشمال فجأة قرر أنه في نصف متر يعمل تيرن يلف بي لناحية اليمين فأسقط لعباً اللي هو لوكا مودريتش اللي على الأرض ده وطير آخر اللي هو روديجر وكان جايله كمان تشواميني يلحق يسند معرفش ورح مرقص بلمحة بصر ناتشو ورح مسجل صاروخية في شباك لونين حارس مارما ريال مدريد عشان يبقى الجول ده كمان غير أنه جول حلوة قوي ممكن تقول أنه من أجمل أهداف سنة 24 وإحنا لسه في بدايتها كمان يكون الهدف التاريخي لأتليتي كومادريد ب 174 هدفاً متجاوزاً أراجونيز أسطورة الكرة الإسبانية المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا بهدف لما كان 173 متعدل الآن مهم دخلنا الشرطة اللي بعده أتليتي كومادريد سجل هدف برضو بهدف عكسي روديجر في مرمى كربخال تعادل في الديها 85 موعودين أتليتي كومادريد بهدف التعادل من الريال في الدقيقة الأخيرة ديت بعدها وصلنا لإكسترا تايم رأسية بتخبط في قدم سابتش وتدخل في الشباك فيا برضو أنجل ثم هدف خامس عن طريق إبراهيم دياز في الديها 120 من زمن المباراة ليفوز الريال مدير وينتظر الفائز من برشلونة وأوسا سونا في نهائي بطولة السوبر الإسباني في السعودية اشتركوا في القناة